السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله عدنا شاعر كريستفر مارلو طبعا هذا شاعر وكاتب نفسه اللي هو كاتب مسرحية الدكتور فاوستتس هو نفسه كريستفر مارلو عدنا هنا بالشعر تقرح حياتك إذا طالبها منك الأستاذ نجي على قصيته 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 طبعا شوية يعني مهمة بيها خوش أفكار تقرح حياتك قصيته 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 بدأت في عهد الأغريق شعر الأغريقي حتى حدنا الباصرال بثلاث أنواع الأول هناك شعر إذن النوع الأول هناك أحد الرعاة الأغنام أبستروفزنج هز مسترز يعني شون ينادي إلى حبيبته إكسبرسنجه يعبر عن حبه ومعاناته ومعاناته إذن لأن حبه من طرف واحد ويتوسل بها ويتوسل بها إذن قد تنتهي هذا النوع من القصيدة باسرال بوم من القصائد ب ارتكاب هذا يعني راعي الغنم بارتكاب جريمة أو الانتحار زين نجعل نوع الثاني لدينا يعني راعات في غالم اثنين الذين يعني يناجون حبيبته حبيبته حبيبتهم and the contest and the one who wants may get a prize may get a prize والشخص اللي يربح may get a prize قد يحصل على وظيفة which is usually cheap or two الذي قد يكون غنم واحدة أو اثنين the third kind is a pastoral which is written in the occasion of close person's death وهذا النوع الثالث لنحفظ ثلاثة and this pastoral the speaker shivered but disgusting himself as a shepherd يعني ينادي his beloved حبيبته trying to convince her to come and he tries to tempt her to come by promising her of enjoying by and he beauty of وأن يستمتعون بجمال الطبيعة معا متعة الاتلال والأودية والجبال والآخره كذلك يستمتعون بكل هذه الأشياء الجميلة أعطى وصف إلى مكان رومانسي في الصخار ومشاهدة رعاة الأغنام وهم يطعمون الأغنام وستمتعون إلى موسيقى المسيقى التي تدفق المياه كذلك إلى الاستماع على الأغاني أو زغزغة العصافير والطيور وإلى آخره كذلك حاول أن يقنعها ويحاول أنه يقنعها بقدومها إلى أنه سيعطيها عدة هدايا فراش من الزهور أو الأزهار وكذلك الأهلاف من علب الورود وكذلك كوب من الأزهار يعني علبة من الأزهار وأيضا يقدم لها أشياء من الطبيعة الجميلة هذه كلها أشياء يحاول أن ينطهيها إذا هذي الأشياء كلها تعجبش حتى تتخليش تيجي لنا يعني أشياء عشان نقول هدايا لها ربما تكتي معه لتكون حبه حتى رعاة الغنم سيشاركون معه الحب العفو السعادة بايدانسينج بالرقص والغناء كل صباح من شهر ماي بايدانسينج بالرقص والغناء أختار شهر ماي لهذه القصيدة لأنه سيشارك حب في الشعر الإنجليزي نجعل الفورم واللانجوج والثيم نوع الباسترال نوع الباسترال وحب بسيطة لغة الباسيطة كل الصور الأخذة هي من الطبيعة كذلك النوع القصيدة هي حب مي أنطرف واحد كل ما يوجد بهذا نسبة له هذا القصيد والشاعر القادة بعد نوليا بشكل سبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته